تقود مصر تحركات عربية ودولية واسعة من أجل وقف العدوان على غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى كما تسعى لتوجيه كل الدعم للقضية الفلسطينية ورفض التهجير القصري للشعب الفلسطيني تعد القضية الفلسطينية إحدى الثوابت الرئيسية للسياسة المصرية التي تبذل الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها جهودا كبيرة على مختلف الأصعدة فمنذ 7 من أكتوبر الماضي حيث بدأ التصعيد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف اتصالات مصر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكذلك مع الأطراف الإقليمية والدولية سواء على المستوى الرئاسي أو وزارة الخارجية والجهة المعنية نجاح مصر في حشد العالم لدعم الشعب الفلسطيني ورفض مخططات التهجير القصري جاء سريعا من خلال قمة القاهرة للسلام التي جمعت العديد من قادة وزعماء وممثل الحكومات والمنظمات الدولية وخرجت بدعوة عاجلة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدة الإنسانية إلى سكان القطاع المحاصر بشكل مستدام قادت مصر كذلك تحركات عربية ودولية واسعة من أجل وقف العدوان على غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى توج باتفاق هدنة تم تمديدها عدة مرات من أجل حق ندماء شعب الفلسطيني إذ يسقط منه شهداء على مدار الساعة من أطفال ونساء وشباب وشيوخ وبالتوازي فتحت مصر مستشفياتها لاستقبال جرح الفلسطينيين لعلاجهم تضامنا معهم في مواجهة تلك الأعمال التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الموقف الرسمي المصري جاء أيضا متسقا مع الموقف الشعبي بل ومعبرا بوضوح عنه حيث تسود حالة من الغضب والرفض الشعبي الواسع لهذا العدوان الغاشم تجسد في العديد من المواقف والبيانات الصادرة من مجلسي النواب والشيوخ والأزهر والكنيسة وغيرها من مؤسسات الدولة أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث مصر كانت وستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية والداعم الأول للشعب الفلسطيني ولوحدته حتى يسترد كامل حقوقه ويقيم دولته عاصمتها القدس ولعل التاريخ يشهد على أن مصر لم تتخلى يوما عن القضية الفلسطينية ودافعت عنها بالمال والدماء